هذي حقا من خمس اشياء برعاية هواوي ميديا باد ام 5 برو اهم خمسة تغيرات واحداث جديدة او اشياء جديدة اضافوها في كول اف ديوتي بلاك اوبس فور فخلينا نبدأ من اهم التغيرات اللي صار في جزء كول اف ديوتي بلاك اوبس فور اللي هو الصحة او الطاقة او الهلث حقك ماذا ما كنت تعرفون في الاجزاء السابقة انه اي واحد اذا طلق عليك بس تستنى ثواني ويرجع الصحة من الحالة مع الوقت يرجع هذا في كل اجزاء كول اف ديوتي كنا نشوف زي هذا الشي بس لكن بلاك اوبس فور تغير الوضع لازم يكون كل شخصية عصر عندها علاج نفسه فيه تضغط الزر الول على البلاي ستيجين او الزر الثاني على البي سي اللي ما كنت تعرف اشان ما جربت على البي سي او على الاكس بوكس اللي هو الال بي فتضغط الزر حتلاقي علاج نفسه بعدين يجيس وقت عبل ما يرجع العلاج من جديد عشان تستخدمه مرة ثانية فهذا من اهم الاشياء اللي تغيرت في سلسلة كول اف ديوتي الى شي جديد صار لحين الواحد ياخذ بطر ان يفكر ما صارت زي اول درعمه بسرعة انه خلاص ما يصار شي الهم منه او والله علاج يرجع من الحاله بدون ما اسوي الاشياء لذا حين صار الواحد يقدر يفكر اكثر عشان يهتم بنفسه ويصير فيه تكتيك اكبر احد المفاجئات الكبيرة اللي شفناه في كول اف ديوتي بلاك اوبس فور واللي اتفاجأنا انصدمنا ولكن سمعنا اشعاعات قبلها اكثر من مرة انه ما راح يكون فيه طور قصة وفعليا طلع انه الكلام هذا صحيح انه الطور قصة شالوه من اللعبة وهذا اول جزء ايضا انه مشهولون منه طور قصة ولكن ايضا اضافوا طور جديد بديل عن القصة اللي هو طور بلاك اوت او انه طور الباتل رويال هذا الطور راح ياخذ مكان القصة ومثل ما احنا كلنا عارفين باتل رويال صارت شي جديد مود جديد صارت العاب كثيرة صارت تسوي مود الباتل رويال عندنا فورتنايت عندنا بوبجي عندنا العاب كثيرة على الجوال تتكليد هذا الشيء بنشوف كيف حيقدمونا نباتل رويال حالا هيكون شي جميل ام سيء نتمنى انه يكون شي جميل فوش راعكم انتو اكتبونا اياه في الكومنتز والشي الثالث الجميل انه ما الان راح يضيفون ثلاثة مابات من اول يوم من اطلاق لعبة كول اف ديوتي بلاك اوبس 4 وراح يكون ثلاثة مابات خاصة بالزومبي فاغلب اجزاء كول اف ديوتي بلاك اوبس اللي لنقى ما بواحد بالبداية يجي مع اللعبة او ما ببين اذا كانوا مرة كريمية بس هذه المرة كانوا بزيادة كريمين واضافوا لنا ثلاثة مابات ببلاش في اول يوم راح يصدر فيها اللعبة تقدر تلعب ثلاثة مابات جميل وعجيبة للزومبي في كول اف ديوتي بلاك اوبس 4 واحدة الاضافات الجديدة كمان اللي شفناها ما كانت موجودة في اي جزء سابق لكول اف ديوتي اللي هو الان يمديك تشوف كم باقي من صحة العدو اللي قدامك حتشوف كدامك زي البار فوق راسه اذا صوبت عليه يبان كم باقي من صحة العدو وهذا الشي راح يغير من اسلوب اللعب شوية يخليك انت حتى اسلوب لعبك يتغير حاجة ثاني ايضا لما تشوف واحد ناقصه دم وباقيله شوية تعرف انه ما يبغاله لطلقته من غير ما تصرف رصاص اكثر وهذا الشي اللي راح يفيدك اكثر شيء انك ما راح تصرف رصاص كثير اذا شوفت فرضا العدو اه دمه قليل اه فرضا اذا كان باقول له دم شوية مديك تكليب عن مسدس تقتلو فيها سليب كثيرة راح تقدر تسويها فقط من معرفتك لكم باقي من طاقة العدو موسيقى انه فترته اطول من الاجزاء السابقة انه لما تستدعي الاسي 130 تلاقيها تلف فوق الماب في فترة زمنية اطول من الاجزاء السابقة وهذا شي جميل ايضا الاسلحة مثل ما هو في الاجزاء السابقة ومظهره بصراحة جدا جميل وجودها في الجزء هذا من احد اجمل الاشتراك بالنسبة لي اشوفها وكذا نوصل انهاي المقطع ان شاء الله المقطع عجبكم اذا عجبكم لا تنسونا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وايضا الضغط على زر التنبيه الجرس اللي هو جمب زر الاشتراك واكتبونا في الكومنتز وش اكثر ميزة وتغيرات عجبتكم في جزء جديد في كول اف ديوتي بلاك ابس 4 وقال معاكم وخوكم رانا حازمي ونشوفكم في قناة الفخير ومع السلامة